مكلمنا عن الطريقة الاعتمد عليها جميز مبارح في المباراة إزاي أدار المباراة وشايف تغييراته وتكتيكاته كتعملت زي لا هو يمكن المفاجأة أنه هو لعب بالجزيري رقم 9 كراس حربة مركزه الطبيعي ولعب بسامسون يعني كمهاجم تاني أو كرقم مثلا عشرة أو تسعة ونص بيكمل جوة الصندوق وده كانت يمكن لظروف أن ما فيش عدد من اللعيب المقيدة أفريقيا زي ناصر ماهر وزي عبدالله السعيد أوباما برضو مش موجود فجئنا أنه هو بدأ بسامسون في المركز دوت لأول مرة سامسون يبتدي مباراة مع ناس زمالك ويلعب في المركز دوت ويلعب بره أرضه وانت رايح النتيجة الأولانية كانت 0-0 يعني أعتقد دي كانت مغمرة من جانب جوزي جوميز المدير الفني للزمالك أنه هو يبدأ بسامسون في المركز دوت ولكن هو لعب بعد كده بشكل طبيعي زياد كمال برضو الناس كانت متوقع أنه يلعب بيبتدي بشحاته جنب دونج لأنه شحاته هو اللي كان بياخد الفرص فيه المطشاط الأخيرة زياد كمال ما كانش بيلعب ملعبش ولا مباراة تقريبا مع الزمالك منذ انتقاله لإنبيل ظروف الإصابة وعدم الجاهزية وكلام ده ولكن هو يبدأ بالاثنين دولت كعناصر جديدة في مباراة مهمة والناس كلها كانت منتظرها هي كانت مغامرة محسوبة من جوزي وأعتقد أنه هو نجح في المغامرة بتاعته